انواع محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف ايه اللي اويها ده جهاز من الامرات يحميها يطرد كل ضرر يلاقيه علشان صح غلي علينا قالوا زمان لو عقلي سليم يبقى في جسمي سليم تلاقيها فالحلو ايه معلومة جديدة ركزوا اسمع كلمة مفيدة الحلو ايه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان نجعل فيها البركة والأثر والنفع لجميع السيادة المشاهدين الحقيقة احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على مؤتمر تطوير الطب ومؤتمر اسئلة الغد نجيب عليها اليوم من اجل مستقبل افضل وقلنا ازاي ان احنا نستشرف مشكلات المستقبل مشكلات المستقبل نفكر فيها لنفكر في حلها وضربت الامثلة قلت ان احنا عندنا مثلا مشكلة التصحر انه احنا بنحفر ابار مية في الصحراء بعد سنتين تلاتة المية دي بتبقى مية ملحة والأرض اللي زرعناها للأسف بتبور لغاية دلوقتي مفيش جهة قالت ان احنا هنخلي لكم المية الملحة دي تبقى حلوة ولا عندنا اجهزة نستعملها لتحليط المية وبالتالي انا اعرف شباب شخصيا اكلفوا الأرض الزراعية ملايين الجنيهات وبعدين ضاعت على الأرض النباتات ماتت والأرض بقى دبور دي مشكلة اسمها مشكلة التصحر مشكلة التصحر او ملوحة الآبار زيها مشكلة الجفاف مشكلة المية ومشكلة السدود مشكلة كبيرة بيعاني منها الألاف دلوقتي هذه اللحظة عاوزين نفكر لها في حال مشكلة تانية طرحتها اللي هي مشكلة الناس اللي بتبني شليهات شليهات وفيلل على المحيطات وعلى البحار والاستثمار على الشط وكأن الشواطئ خلقت للمتعة والعبس ولم تخلق لي البحث العلمي ولم تخلق ولم تخلق آلاف الناس وانا اقسم بالله العظيم رأيت بعيني عمارات وشليهات على البحر المتوسط هذه الشليهات المية غرقتها انا شفت عمارات المية وصلت للدور التاني ليه؟ لأن البحر بياكل الشواطئ كل سنة حوالي متر فلو قلت لي بعد عشر سنين بقى عشر متر عشرين سنة عشرين متر العمارة اللي كانت بينها وبين الشط عشرين متر بقت في وسط المية الناس الشركات الشركات نقول عليها ايه؟ شركات الاستثمارية اللي راحت خدت ملايين الناس واللي اشتروا شليهات كمان عشرين سنة شلات دي كلها تغرق متخيل لو انت حد قالك ان البحر بياكل الشط كل سنة متر مترين وان بعد عشرين خمسة وعشرين سنة كل الشليهات والمصايف المبنية على البحر دي هتغرق ما تروحش ترمي اتنين مليون وثلاثة مليون على شليه هيغرق وكده كده البحر هياكل الشليهات حد قالك الكلام ده قبل كده؟ طيب افرد الدكتور جودة بيقول كلام مش مظبوط مش نسأل طيب الجماعة بتوع علوم الجيلوجيا وعلوم الارض هل الكلام اللي بقول دكتور جودة صح ولا لا؟ ده مشكلات الغد مشكلات الغد جاء اجهزة كتير مثلا سري دي اجهزة اللي هي اللي قولك سلسية الابعاد الجنين بالالوان والقلب بالالوان والمخ بالالوان وكل حاجة بتشتغل قدامك بالالوان طيب والسنار واجهزة السنار واجهزة مسلا اللي بقولوا عليها الايكو ما هو الايكو ده صنار على القلب مسلا واجهزة كتير مش كل ده هيتكهن وترمي يعني فينا سيقولك ما احنا جبنا الاجهزة وكهناها ورميناها من غير ما تشتغل احنا ازا علانين على الاجهزة اللي هنرميها ما احنا رمينا اجهزة بماليين الجنيهات او الله العظيم اخصيب بجلال الاجهزة بماليين الجنيهات دخلت مستشفيات والكهنت من غير ما تشتغل ما علينا عندنا مشكلات كتيرة في المستقبل مؤتمر المستقبل ده يعني معرف شو ما يهم ش حد لان اه بقول لواحد المستقبل يقول لي يا عم احنا عارفين نحل مشاكلنا الحالية لما نحل مشاكل المستقبل ما هو انت ما هو انت لازم تفكر في المشكلة ايه اللي يحصل فيها بعد سنين ايه اللي يحصل في الشالهات دي بعد عشرين سنة الشالهات كلها تغرق ها هتروح تحط فلوسك على الشالهات على ايوم اولى طب هروح استثمر في الارض الزراعية طب المياه اللي انت قد عملت لالها دراسة الارض دي ولا كمان سنتين تلاتة الابارها اتملح وشكرا نستصلح اتنين مليون تلاتة مليون فالدم منين يعني انا عايزك تفكر قبل ما تاخد ارض واحد بيقول لي انا هاخد ارض ومش عارف عارضين علي الفيلا بتمانين الف بتسعين الف قلت له تسعين الف فيلا بيعمل حج الفيلا عدت اتنين مليون لازم الارض تفيها مصيبة الارض دي اه مش شربة مية الارض دي في منطقة رشاح ريحت وحشة الارض دي انت فاهم محدش يضحك عليك ما بقاش في زمن الدحك دلوقتي واحد جاي يقول لي اه في شقة تمنها تمن تلاف جنيه انتقول لي اه نعم شقة بتمن تلاف جنيه دلوقتي قال لي اه روح نشوف الشقة اللي في تمن تلاف جنيه لانها في دور رابع والبيت جايله ازالة البيت قايل للسقوط وجايله قرار ازالة بيت قايل للسقوط وجايله قرار ازالة وصاحب الشقة اللي في الرابع بيبيعها. طيب ما انت عارف انها اقيلة للسقوط. وعارف ان البيت جاي له قرار ازالة. انت عبيطه بتبيع العبيط. فلما تبقى الشقة بتتبعها ستين الف وتمانين الف. وانت تروح في جيبها بتامن تلاف. اكيد في غلط. اكيد في غلط. انما في ناس يعني بتلغي مخها. في ناس بتلغي مخها. مش شغل مخك مش عارف ايه الغلط. فده التفكير للمستقبل. في ناس بتحب تفكر للمستقبل. انا النهاردة طبعا يعني عيز اقول لكم على حاجة للمستقبل اسمها مفاتيح وملخصات الامراض. مفاتيح وملخصات الامراض دي كنا بنزاكر فيها امراض الطب. يعني ايه مفاتيح وملخصات الامراض? يعني مثلا يقول لك ايه البراصيرويد. البراصيرويد ده تلغفسه في تلاث كلمات. بون وستون والسر. يعني ايه بون? يعني مرض البراصيرويد هي بوزي العرض. وهيه كمان بيعمل حصوات والسر بيعمل كورة احواة. فلا عاوز تعرف البرسيرودي يبقى بون والسون وارسل طيب واحد بيقول لي طب مرض مثلا زي المايسينيا جريفز مرض من امراض المايوباسي او مرض بيسموه ضعف العضلات المرض دوا بيبقى مشكلة فيه الاستايل كولين ريسبتور وبعدين المرض ده بنعمله تحليل غريب اوي انتي بادي تو اا الاستايل كولين ريسبتور او استايل كولين انتي بادي طبعا بنبص نلاقي شخص عنده شوية ضعف العضلات مش قادر يحرك بقه ساعات مش قادر يحرك عينيه جوفون عينيه كذا كذا وساعات بيبقى له سيموما وكذا وكذا المهم انه هو مشكلة التواصلات العصبية فبنشخص بالايه بالانتي استايل كولين انتي بادي ساعات بنعالجه بحاجة جميلة جدا اللي هو يعني بيدي نتيجة دراماتيك زي مثلا البستينون او المستينون تصور انت ده مرض اسمه واسينيا جريبز وساعات يبقى عندي ناس ومش عارف اتشخصه او مرض افتالك كلمة اه برضو من مفاتيه الامراض مثلا اه كان عندنا مرض زي الميتونيك ديس او الميتونيك ديستروفي الناس كده تمسك حاجة تفضل مسكة فيك اول يعني تسلم على واحد كده تفضل مسك في ايدك جامد ومش عارف تحيل ايدك منه ده مرض اه ده انكريزي سباز يعني انكريزي سباز مرض بي الانسان بيقفش في الحاجة جامد تبص لمسك في الحاجة فك مش رادي فك او ده مرض مثلا اسمه ميتونيك ديستروفي مثلا ده انكريزي سباز اه طب بيفك بايه ده عاوز ترينينج وفيه بعض الناس يعني امكن بتدور معاه كده على شوية حاجات بسيطة وساعات بيستجيب لبعض الفيزيوسيراب مثلا عندنا مثلا بعض الامراض زي تشوه العضلات بعدها بيظهر في سن سنتين مثلا زي مرض اللي بيسموه مثلا دوشين ماسكرور او دوشين ماسكرور ديستروفي وفيه ده بيظهر في سن سنتين تلاتة والعائل يعني ما بتعرفش تقوم ولا تقعد من سن سنتين وفيه بقى بيتأخر شوية اللي هو البيكر مثلا بيتأخر لغاية عشرين خمسة وعشرين تلاقي العائل العضلات بتاعتها بتضمر ومش قادرة تمشي العلاج بتاعها ايه؟ دمور طب مش قادر يقوم ولا يقعد يبقى العائل عنده عشرين خمسة عشر روحت قسر والله يا العظيم لقيت فيها عائل واثنين وثلاثة عادي مش قادرين يمشوا طب ايه بقى اللي بيوصل التوصيلات دي لغاية اللي هو تنشي الطب لكن احنا جربنا معهم سم نحل وسم نحل لو يجيب نتيجة حلوة وإحنا بنتكلم النهار ده على حاجة اسمها المفاتيح بتاعت ملخصات الطب الملخصات دي جميلة جدا جدا لسبب لانه صحيح احنا كنا بنذاكر بيها ونفهمها بسرعة المرض اسبابه ايه ده مرض بكتيري ده مرض مناعي طب اعراضه ايه طب تتشخصه ازاي طب تعالجه ازاي سريع 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 دي اسمها الملخصات او مفاتيح الطب لكن هل هو عند الناس كذلك لان ساعات الانسان مثلا يبقى عنده ايه دراعه ساعات ينمل وساعات ما يحسش بيه وساعات يفك التنميل ده مرض اسمه ايه هل هو مثلا كربل تانل سندروم يعني يقول مثلا عنده الام وتنميل ديوتو كومبريشن اوف زي ميديا لنيرف هل ده كربل تانل ولا هل ده نوع من المايسينيا اللي هو ضعف العضلات ولا هل هو ام اس يعني فيه ساعات ملطب اسكولولوس تلاقي الواحد مش قادر يشيل دراعه زي ما يكون مشلول وبعد يوم انت هنفوش حاجة وعينيه شوية واجعه وبعشوان فاش حاجة ولا هو ترانسين اسكيميك اتاكس ولا هو عنده ساعات بيحصل اسبازم كده من الاوعية فما توصلش دم ولا ولا فطبعا محتاج المسألة محتاجة ايه تشخيص هل هو عنده سكر عنده دهون عنده كذا وإحنا بنتكلم على مفاتيح الامراض وملخصات الامراض ده موضوع جميل جدا وما ينفعش طبعا دكتور جودا الواحده بيتكلم فيه انما علشان نحب بالناس في الطب والعلاج لازم الاطباء كلها تتحدث بهذه الكيفية بهذا التبصيل بهذا التجميل لان انا لما دخلت كلية الطب كانت يعني دكترا خورس يعني ايه دكترا خورس يعني الدكتور ما يقولكش اللي عنده انا دخلت لدكتور جودا عندي وعندي ايه ده مش شغلك طب انا عندي ايه اطلع خلي هات الدهوة يبقى كويس كانت الدكترا خورس فالدكتور جودا بدأ يتكلم وبدأ يشعر لوحده انا عندي الكبد طب ايه اللي في الكبد يا دكتور طب عندي الرئة طب ايه اللي عندي في الرئة طب انا عندي مرض مناعي طب يعني ايه مرض مناعي واضح؟ يعني يعني لما تعرف انت عندك ايه تستريح وتعرف تتعامل عزاي على فكرة انا مش بدأت بداع ولا حاجة المفروض ان في كل دول العالم في كل دول العالم متقدم من حق المريض يعرف هو عنده ايه وايه الاحتمالات اللي عنده ايه البروجريس يعني ايه التحسن اللي ممكن يحصل في المرض بتاعه وايه المصير بتاعه من الامراض طبعا اللي كنا بنتكلم فيها على انها مثلا محتاجة ملخصات مثلا مثلا المالتبل سكولوروزيس ويمكن انا اتكلمت عن المالتبل سكولوروزيس قبل كده اقولت لكم انه التصلب المتعدد وده موجودة عند ناس كتير اه تلاقي مثلا العين شوية حصلها نيورايتس ومش شايف وبعد شوية يشوف تاني اه فيه دراع مش قادر يحركه كمان يوم بيشتغل تاني زي ما هو طب فيه رجل يعني يا ساعة يمسك عض ويسيب خب بالك المالتبل سكولوروزيس دوان المفروض ان انت لو جود بروجنوزيس يعني هيتحسن معاك خلاص شوف الاسباب اللي قدت اليه ايه ها باكن من خللات كتير املح كتير لحوم مجمدة كتير حاجات بتأثر على الاعصاب لو انا بعيدت عن الحاجات اللي بتأثر على الاعصاب اكيد ان شاء الله حابة انسان كويس لكن لو انا باخد نفسه اسباب الامراض المرض هيزيد ولو فيه عمى والتهاب في العيون هيزيد ولو فيه شلل هيزيد وا 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 طبعا يعني قبل ما كمل ملخصات الامراض انا كنت بتكلم على يعني كنا نتمنى نحمل حلقات طبية مبسطة ومختصرة مدة الحلقة مثلا خمس دقايق فيها مفاتيح المرض وملخصه وفيها كلمات بسيطة اسم المرض واسباب واعراضه وكنا عوزين نجتزب اكبر عدد من الاطباء او المتفوقين طبين اي حد بيحب يلخص الامراض ناخده معانا وكنا هنديله اجر حلوة قوي على الحلقة ونعمل حلقة خمس دقايق وعايزين نزيع مش عايز اقولك بقى نزيع عشر حلقات كل يوم عندنا اكتر من خمس تلاف مرض يعني نتمنى ان احنا نعمل تعاون مع كليات الطب وان شاء الله انا فاتح الباب لاي انسان متفوق طبيا سواء يعني مش عايز اقول طالب او استاذ يعني نورنا وتعاون معانا وهنديله مبلغ كويسا قبل ما اكمل الافلام اللي انا جايبها النهاردة عايز اقولكم ان احنا واحنا بنتكلم على مقدمة الطبعة العشرة وشتات غزاية طبعا انا مش هجيب سيرة الطبعة الحداشرة دلوقتي لان احنا مقبلين على معرض القاهرة الدولي الكتاب وان شاء الله في معرض القاهرة الدولي الكتاب هيبقى لي لقاء مع الناس ان شاء الله في معرض القاهرة الدولي الكتاب هنتقابل مع الناس ويعني همضلوا من نسخ بتاعتهم إن شاء الله في المعرض وحقول لكم إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله تعالى الحلقة الجاية هقول لكم أنا حكون في المعرض معرض القرارة دا ولكتاب يوم إيه برضو أنا بتكلم على توزيع الكتاب اللي هو الرشتات غذائية أو التغذية المصورة التغذية المصورة كتاب رائع جدا من أروع الكتب اللي شوفتها في العالم ده توزيع الأهرام وتوزيع دار صرح وممكن لديه عندنا في العيادة إحنا طبعا بنعيد الحلقة دي الجمعة والحد الساعة 11 وأهم من الحلقة دي روضة القرآن روضة القرآن بتتزاع يوميا تسعة لربع صباحا وتسعة لربع مساء أرجوك تتابع هذه الحلقات تسعة لربع صباحا وتسعة لربع مساء روضة القرآن إذا فاتتك أي حلقات من هذا البرنامج أو روضة القرآن ارجع على اليوتيوب أو النت هتلاقي جميع الحلقات إن شاء الله موجودة طبعا قبل ما أعرض لكم الأفلام الجميلة اللي أنا جايبها النهاردة عاديين عشر أفلام هستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود نشوف الأفلام الجميلة اللي إحنا جايبينها النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم عودنا بعد الفاصل كنا نتحدث عن مقدمة الطبعة العاشرة من كتابنا رشتات غذائية والتغذية المصورة وقلنا إنه هذا الكتاب موجود في توزيع الأهرام ودار صرح وموجود في العيادة فرامسيس واتكلمت على معرض القاهرة الدولي الكتاب إن شاء الله وقلت بإذن الله تعالى إن شاء الله الأسبوع القادم هؤعلن على الموعد اللي أنا هبقى فيه في المعرض إن شاء الله وأوقع للناس على الكتب بتاعتها سواء التغذية المصورة أو رشتات غذائية واتكلمنا على موعد الإعادة البرنامج ده بيتعاد تاني يوم الجمعة ويوم الحد الساعة 11 وأهم من البرنامج ده برنامج روضة القرآن روضة القرآن من فضلك لو سمحت شوف روضة القرآن كل يوم تسعى لربع صباحا ومساء طبعا اللي يفوتوا أي حلقات يتابع على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك وتعالوا دلوقتي نتفرج على الأفلام بتاعت النهار طبعا كل مرة بنجيب أفلام جديدة بنشوف العالم بيفكر إزاي وإيه العلاجات الجديدة اللي بيقدمها عالي نبص كده الفيلم الأولاني جاهز فضل لو بصينا كده على الفيلم اللي قدامنا وحن نتكلم على عضلة القلب أهم حاجة في إنسان القلب يعني وحضرة النبي يعني بقول ألا إن في الجسد مضغى إن صلحة صلحة الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألوها القلب والقلب اللي في الصدر القلب ده بيد الدم لكل حد لكن فيه أحيان القلب ما بيشتغلش كويس يعني ما بيشتغلش كويس إذا فيه مثلا مرض في الرئة فمرض الرئة ده بيأثر على القلب يعمل لي مثلا كورب الموناجل القلب زي ما إحنا شايفينه كده ينبعج يتبعجر يعني يتبعجر فيه سوق توصيل القيتريا بتشغل وحدها والفنتريا بتشغل وحدها ويبقى القلب مش مزبوط بنسميه إحنا في الطبقة الرزمية وعدم انضباط ضربات القلب عمل يهبد القلب ماهوش مزبوط بص بيهبد شوف شاف الهبد يهبد يهبد الهبد بتاع القلب ده معناه إن القلب مش مزبوط فلازم نحط له بيسميكر بيسميكر يعني إيه يعني منظم لضربات القلب منظم لضربات القلب طبعا الناس كلها بدل ما نفك ونفتح السدر ونشيل الجلد ونحط البيسميكر ونلزقه ونخيطه ها عملية يعني شقة فبدأنا نعمل جهاز جميل جدا بص كده شايف الجهاز المتركب على الساقين والفخزين اهو الجهاز ده عبارة عن زي ما بينقول كده حزام عريض وبيدي نبضات كهرباء النبضات دي بص تدفع ضربات القلب اهو بتدي دم جامد 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 متدفق اهو يبتدي يعدل ضربات القلب الالكتريك شوك الالكتريك شوك دي اهو القلب تضبط تاني وبيدي الدم فوق وبيدي الدم تحته منتظم جدا وجميل جدا اهو شايف الجهاز الجميل ده طبعا لو الجهاز ده نجح وتعمل في العالم ها اهو هيزبط لي ضربات القلب يعالج الرئيزمية يعالج عدم انضباط ايقاع القلب وبالتالي يرحمني من العمليات والالكتريك شوك تبقى جابة تأثيرها زي ما بنشتخدم الالكتريك شوك على السدر كده وندي الواحد صدبة كهربية على السدر وعشان نفوقه ها اللي هي الديسي شوك لا انا ممكن اعملها قوي تبقى بسيطة جدا الالكتريك شوك دي وتشغل عضلة القلب ويبقى القلب في صحة وعافية اه نسيت اقول لكم انه لما عرضت هذا الفيلم شايف ان انت ممكن تعمل تدليق ومساج بقوة للرجلين عشان كده بنقول ان القلب عاوز حركة يا اما القلب يا اما القلب ياخد القوة بتاعته الحركة من المشي والجري والعضلات اللي تحت الامة بتنقبض انقباض عضلات الساقين بيقوة جدا عضلات القلب والقلب يقوى مع الحركة ويضعف جدا مع الكسل والنوم ولذلك كان زمان عندنا الهارت فيلير بنقول عليه فشل القلب او فشل عضل القلب الهارت فيلير بنقول عليه complete physical لازم المريض يستراح تماما دلالت فيش الكلام ده دلالت يقول لك لا بيقولك moderate physical activity moderate يعني ما تقولش للمريض نام تماما القلب يموت منه ما تقولش للمريض نام في السرير على طول وإلا يجيله بد سورز قرح فراش ودي فينا السرومبوزس والدم يتجلط في الاوعية شفت الطب بيتغير لكن انا عايز اقولك ان التدليق والمساج مريض مش قادر يتحرك ولذلك احنا عندنا في مستشفى زي قصر العيني المريض اللي نايم لازم اعمله ممرضتين ممرضة تدلكه الصبح ساعة وممرضة تدلكه بالليل ساعة ساعتين تدليق بالجلد مساج والله العظيم ساعتين تدليق ليه ساعتين تدليق عشان حرك الدم والقلب وإلا الدم يتجلط في الاوعية والأدوية ما تتصرفش ويجيله قرح فراش أي واحد أي واحد عنده مريض نايم لازم يقلبه لازم يدلكه ساعة صبح وساعة بالليل وإلا وإلا هيجيله قرح فراش ويجيله جلطات عميقة والأدوية اللي بياخدها مش هتتصرف أرجو ان الكلام ده يكون مهم سواء بالتدليق بالمساج بالنشاط ده مهم جدا جدا شوف الفيلم التاني فيلم التاني جاهز نبص كده على الفيلم التاني وإحنا منتكلم على الجلطات بص كده شايف فيه جلطات أهي وساعات الأوعية بقى احنا دلوقتي أهو شايف الجهاز ده احنا خدنا الجهاز ده اللي هو الإلكتريك شوك البسيطة دي عشان نسلك بيها أوعية القلب عشان نسلك بيها ننظم بيها ضربات القلب لا ده الجهاز ده كمان بدأ يتطبق أهو إلكتريك شوك وبدأ يتطبق على علاج أي نوع من الشلل والجلطات الموجودة في المخ الجلطات الموجودة في المخ ازاي؟ الحركة الجمدة بتاعت الدم ده تبتدي تدوب تدوب الجلطات الموجودة في الأوعية اللي بتغزي المخ وبالتالي لو فيه ثرومبوزس أو ثرومباي أو أو أي نوع من الجلطات موجودة في الأوعية اللي بتغزي المخ يبتدي يتسلك وبالتالي المخ يبتدي يتحرك ده يفتح باب كبير أهو للناس اللي عندها شلل أهو كان عنده شلل نصفي وبدأ بعد ما اخد الالكتريك شوك او الشحنات او التدليك السريع الكهرابي للساقين اهو جهاز اهو تدليك للساقين والفخزين بدأ يعمل الالكتريك شوك جامد وبدأ يفك الجلطات الموجودة فيها الاوعية طبعا ده يفتح باب هاي اللي علاج الشلل النصفي الهيمي بليجيا والبارابليجيا ده كلام جميل جدا جدا ويجب ان احنا ندور على العلم بيجيب ايه جديد المرة اللي فاتت جيبتلكوا افلام عن الام اس المالتو بسكيلوروز قلتلكوا ازاي ان احنا بنعالج المالتو بسكيلوروز بستمسلز وجايبينها منين من سائل البطل وعملنا لها اكسار للخلايا ودخلناها ورجع تاني الام اس تحسن والتلايف اللي كان موجود او البليكس اللي كانت موجودة فيه الجهاز العصبي بدأت تفك النهاردة شفنا الجهاز او الالكتريك شوك او الصدمات الكهربية في علاج الشلل وفي علاج الجلطات المخية معانا فيلمي كمان نبص كده معانا فيلمي تاني حلو قوي عن علاج الازمة التنفسية والسد الرئوي نبص كده على الفيلم اللي معانا نلاقي مثلا ازمة عندي برونكيا الازمة يعني برونكيا الازمة ناس بيكوحوا كوحوا كوحوا طب بيكوحوا كده ليه يبقى حد بيدخن جنبه مثلا عمله حساسية او في حبوب لقاح في الجو او هو شم برفان عمله حساسية فالبرونكوسبازم اللي حصل اهو شايف دي بيسموها البرونكيا التري او الشجرة التنفسية قصبة هوائية تتفرع الى قصيبات وبعدين توصل في النهاية الى الحويصلات الهوائية او الالفيولاي ودي كلها موجودة فين في الرئة المفروض ان انا عندي تغذية اه رئوية بيغذيها دم وبعدين يحصل تبادل للهواء يا ترى انت عندك مواد عمله حساسية في عندك غازات في الجو برفان بيعملك حسية ريحة بتعملك حسية دخان السجاير دخان العربيات بتشتغل في مصنع عملك حسية كل دوان يخلي الجسم يفرز مواد بيسموها انفلاماتوري برودكس اهي شايف المواد دي اللي هي المواد الانفلاماتوري دي او المواد الناتجة عن الانتهاب تبتدي تدايق القصيبات الهوائية والشعيبات الهوائية ويبتدي الهوى يديق ولما الهوى يبتدي يديق يبتدي الانسان ما يبقاش عارف ياخد ايه نفسه طبعا لسه الفيلم موجود بقية الفيلم بيحكي ايه الفرق ما بين البرونكيا الازمة وايه الفرق ما بين السي او بي دي مثلا او السادة الرئوية البرونكيا الازمة فيه الرجين او انتجين حاجة اثارت فعمرت قفلة زي واحد كتمنخيره مفتوحة وخرج في البرد الالتهاب خلى منخيره قفلة خلاص لو انا بعدت عن الحاجات اللي عملته حساسية وقاعد احتمال منخيره تهدى وتفتح انما طول ما هو موجود في الجو البارد لا طبعا المسألة هتبقى ايه صعبة جدا بص معايا كده على القصب الهوائية اهيه وتبتدي تديق اهو تديق 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 لغاية ما تتقفل لابن الانسان مش قادر ياخد نفسه نلحق ابقى نعلقه الاكسوجين نعمله النيبيولايزر جهاز ازاي بتحصل ازمة شايف القصب الهوائية بتقفل شايف 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 القصب الهوائية كتت واسعة بدأت تقفل والانسان مش قادر ياخد نفسه الانسان مش قادر ياخد نفسه نحط له الجهاز النيبيولايزر او نحط له اكسوجين ونبعده تماما عن الجوة اللي ايه حساسية طيب ده بالنسبة لعلاج البرونكيا الازمة انا دلوقتي بوريكوا عن ايه حصلت ازمة يعني ازمة ليه القصيبات الهوائية وممرات الهواء افرت الالتهاب في الغشاء المخاطي بيقفلوا الالتهاب في الغشاء المخاطي بيقفلوا سواء في الانف او في الحنجرة ساعات الوعد بيبقى مخنوم مش قادر ياخد نفسه ساعات الاغشاء المخاطية في القولون بتلتهب فتقفل يبقى القولون افل الاكل الارض يروح ولا ييجي وعايز اقول لكم قاعدة هامة يجي لي مريض يقول لي ايه انا عندي امساك بقى لاربع خمس ايام وبرجع روحت لدكتور فلان اداني حونة تمنع الترجيع مش نافع روحت لدكتور فلان اداني منع ترجيع مش نافع يا جماعة يومة اولى فكر معايا لو حد عنده امساك لازم بسرعة اديله حونة شراجية عشان ينزل تسليك القولون اهم من وقف الترجيع ليه بقى لاني لو سلكت القولون يبقى انت حركت الحركة بتاعة القناة الهضمية صح من الفم الى الشراج لكن طول ما فيه امساك وطول ما فيه فضلات سد الشراج حيفضل المريض يرجع ومش هتنفع معاه الادوية اللي بتمنع الترجيع ارجو ان الكلام ده يكون واضح ايومة اولى اني وقف الترجيع ولا اعمل حونة شراجية ولذلك يجيني مريض كلا مريض قلب مريض كبد خلي بالك معايا مريض كلا مريض قلب مريض كبد تلاتة يجيني مريض القلب واو حموت واو اقول له اخبارك قولون ايه ما بخرجش بقالي ومين على طول حونة شراجية على طول جاهزة اني ماكس بالصيدلية باثنين جنيه ياخد الحونة الشراجية خمس دقايق القلب فت هل تصدق ده مريض مين ده مريض القلب مريض الكبد انا عندي القولون هيخنقني هيموتني يجيلي مريض بقالي ومين ما عملتش اخراج وعندي غازات وبطني هتموتني وبرجع بقول له اخراج اخباره ايه مفيش اخراج على طول حونة شراجية جاهزة سريعة اقسم بجلال الله خمس دقايق عمل اخراج الغازات اتصرفت الترجيع وإيه في الدنيا بقت حلو يا جماعة انا بقول لكم ده غالي جدا والله العظيم كلام غالي جدا مريض القلب حونة شراجية كل يوم مريض الكبد حونة شراجية كل يوم مريض الكلا حونة شراجية كل يوم نظف القولون تنظف الكلا نظف القولون ينظف الكبد نظف القولون بسرعة ينظف القلب قلب صدق فمهم جدا ان الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقدوت يا خيرا كثيرة وما يذكروا اللي اقولوا القلبان معنا فيلم تاني جاهز هنتكلم على الأزمة القلبية بص كده وإحنا بنتكلم على القلب شايف قادي الرئة وطبعا الرئة والقلب وحدة واحدة يا جماعة الكارديو بالمونري يعني حتى في نقل القلب بننقل القلب ورئة بص كده الهوى وهو داخل وهو خارج أهوه ده المفروض ان هوى داخل وهوى خارج هوى داخل شهيق وهوى خارج زفير وقادي الممرات التنفسية هي أظن اللي احنا بنوره لكو ده دي أسرار وعلما كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة شايف ده شكل الرئة من جوه الرئة دي الناس اللي بيتباحوا طيور وحيوانات اللي اسموها الفشة فالفشة اللي هي الرئة عاملة زي السفنج كده تتنفق وتطلعه بص كده الهوى بيطلع ويخرج يدخل الهواء شهيق ويخرج الهواء زفير يتنقى يعني ينقى الهواء اكسجينيتد يعني بلد وبعدين يؤكسج الهواء ويتحمل بالاكسجين بس احنا عندنا مشكلة لما يكون عندنا اليرجينز مواد بتسد هاي شايف مواد متفاعلة التهابية بتسد الممرات الهوائية لما تسد الممرات الهوائية يحصل الاختناق ساعات الاختناق ده بيبقى له انترينسيك فاكتورز عوامل داخلية زي القولون انا لسه بقولي نظف القولون تعالج القلب نظف القولون تعالج الرئة نظف القولون تعالج الكلة يواحد يقولي انا عندي زبحة وروحت للدكتور قال لي اعمل رسمة قال بطلع سليم قال لي اعمل اشعة السدر طلع سليم قلت له ربنا عندك قولون قال لي اه صحي تسدق تسدق بص بقى عندنا كده شايف الرسمة اللي قدامنا دي طبعا ادي السدر قدامنا هوت والهوى داخل وخارج خلي بالك وبعدين عندي الرئة بتاعتي بقى ايه مش خالصة فيه ويز كريبتيشن عندي زي تزييق عندي افرازات عندي عندي طبعا عندي افرازات وعندي هويز وعندي سيكريشنز وعندي كريبتيشنز وعندي وعندي يبقى اكيد انا عندي التهابات الالتهابات والانفكشن دي مهم جدا انها بتزود البولينة وكرياتين يوريك اسر لو واحد عنده كيلة والبولينة وكرياتينين بتاعته البولينة مثلا سبعين وكرياتينين اتنين تلاتة لو عنده التهابات في الرئة لو عنده التهابات وافرازات في الرئة وبيكح هتلاقي كرياتينين اللي كان 2-3 بقى 10 والبولين اللي كانت 70 بقى 300 فالإفرازات والالتهابات اللي موجودة في الرئة بتزود المواد السامة في الجسم وطبعا لو المريض عنده ثقافة طبية وبيسمع الدكتور جودة لما يروح للدكتور هو عنده نازل ببرد أو بيكوح كل مكان عنده نازل ببرد أو مناخيره ملتهبة أو التهاب في الحل أو التهاب في السدر حيرفع له المواد السامة البولين والكرياتين وركاس فالمريض عارف أنه عنده انتهابات فالمواد السامة زايدة ولما يهدى للتهاب وتهدى الرئة المواد السامة هتنزل تاني أنا جالي نازل كرياتينين 14 وبعد أسبوعين من العلاج نازل الكرياتين بقى واحد ليه؟ لأنه عنده كيلة سليمة بس المشكلة في الالتهابات الكتيرة اللي عنده واحد عنده انتهابات في السدر عنده انتهابات في الرجلين عنده سليولايتس عنده غرغرينة الغرغرينة بترفع البولينة والكرياتينين ويروحي لدكتور بتاع كيلة يقوله البولينة والكرياتينين عالين اغسل تمتعالج الغرغرينة عالج مصدر المواد السامة وقف المصدر بتاع المواد السامة وبعد كده نفكر فيه الكيلة لا احنا نغسل كيلة يبقى المريض عنده غرغرينة المريض عنده كحة وبيغسل يغسل ازاي؟ عندنا فيلم تاني نشوفه جاهز فضل بص كده الفيلم اللي معانا دلوقتي جاري بسرعة دلوقتي عندنا احنا خدنا الازمة التنفسية جاري بسرعة بص كده فيه عندنا اسمها برونكيا الازمة او الازمة التنفسية وعندنا الكاردياك ازمة يعني كاردياك ازمة يعني الازمة دي واحد بيكح ممكن يكح بسبب الرئة عنده التهابات في الرئة ضيق في الرئة ضيق في البرونكاي وممكن يكون عنده مشكلة في القلب ولما يبقى عنده مشكلة في القلب والاوعية ديقة كده خلاص وعضلة القلب مش قادرة وعنده مترالستينوزيس وعنده أنجاينا وعنده وعنده فالقلب بيبتدي يزود الدربات ويعمله ازمة ففيه كاردياك ازمة الكاردياك ازمة دي تبص ليه ومش قادر ياخد نفسه قاعد بالليل واحد جي ينام شوية كده وبعدين قام بعد ساعتين قام مش قادر ياخد نفسه وساعات يكح خلي بالك معايا يبقى ازلنا عندي كاردياك ازمة يعني عندي ازمة قلبية اصلاعنا عضرة القلب ضعيفة او شوف شوف الاوعية بص اهي كلط جلطة سدت الاوعية اهي ممكن تكون الجلطة دي جاية منين ممكن تكون حد عنده جيوب امفية فعنده التهابات كتير خلاص في عندنا اكيوت مايكاردر انفارش مثلا واحد عنده اوعية بتاعة القلب زي مثلا كوروناري او الشورياني التاجي الشورياني التاجي دوا في جزء منه نسد طبعا الشورياني التاجي له فرع كتير لما ينسد ساعات ينسد ويفك ينسد ويفك اسمه انجاينة زبحة الزبحة دي قلم زي السكينة بيقطع في القلب ويسمع في الدرع الشمال ساعات بيسمع في الرئابة لو انت سبته لو سبت الوعاء المسدود ده الحتة اللي بيغزيها تموت خلاص الجلطت وماتت الحتة دي لما الحتة دي تموت دي اسمها الانفاركشن كده دخلنا في هارتفيليا يبقى الحتة دي ماتت لما الحتة دي ماتت ممكن تعمل انيوريزم يعني انيوريزم ممكن الحتة اللي ماتت من عذرة القلب تبرز شوي بص تكبر شقا شايف انيوريزم كبرت شوي ممكن تفرقع القلب يفوت دم طيب الكاردياك ازمة ولذلك انا لو جاتلي بص بقى يحصل ايه الرزم قلب ضربات قلب سريعة 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 ونهجاة واحنا عندنا كل اربع ضربات قلب سريعة قدامهم واحدة تنافس التنافس مثلا من 12 ل 16 في الدقيقة لما كون ضربات القلب من 60 ل 90 لو ضربات القلب زادت بقيت 120 هتلاقي التنافس زاد بقى 25 بقى عنده تاكيكارديا وتاكيبني يعني اهو القلب يضرب بسرعة 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 والنفس نهجان سريع 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 كلما كل اربع ضربات زيادة في القلب قدامهم واحدة تنافس زيادة ممكن القلب دا يكبر بقى يبقى كونجستف يتضخم يتضخم القلب كونجستف هارد فيلير دا ملتهب ومتضخم وتلاقي بقى الاوعية بتاعت الرئبة متضخمة وتلاقي الكبد متضخم وتلاقي الرجلين مورامة دا كونجستف وبعدين تجد اللي عنده دا مش قادر يطلع السلم مش قادر يطلع السلم ولذلك واحد بقولي دا انا قلبي بيوجعني بقوله بتطلع الدور الثالث اه بطلع بسرعة طب واحد بيطلع الدور الثالث بالسرعة عوزه بسرعة عنده قلبي ايه يعني مريض القلب دا اللي هو ما بيقدرش يطلع اكتر من دور تاني دور بيقعد لكن انا بطلع بس يبانهج طيب ما انت لازم بعد الثالث دور تتعب ولا انت عايز تطلع العشرة تتعبش دي كانت ايه الكاردياك ازمة او بيسموها الازمة القلبية سواء كانت خدنا منها الانجاينة او مرض الزبحة الصدرية قلم شديد عامة زي السكينة فانا لو سمعت وقع بقولك اه في سكينة بتتباحني ومش قادرة شيل درقة الشمال واوة بعمل رأس مقلب واشوف مش عارف بعمل ايه واشوف خلاص والحقه بسرعة اللي تتحول من انجاينة او مجرد زبحة او ضيق او اسبازم في الاوعية الكوروناريز او الاوعية شرانين تاجية هتتحول الى حتة بتموت بقى من عضلة القلب ودخلني فارت فيلير وانفاركشن ومشكلة ودخلني في كاردياك ازمة او ازمة قلبية مش هنقدر نزيع فيلم تاني طيب هو احنا احنا طبعا كنا اه عايزين نشوف الشلل النصفي ازاي اه نعالجه به بالاجهزة لكن طبعا احنا مش هنقدر نزيع فيلم تاني لكن انا عايز اقول لكم يعني اه ان احنا ان شاء الله بازن الله تعالى من الحلقة الجاية هقول لكم على الموعيد اللي انا هكون فيها في معرض القاهرة الدولي الكتاب عشان اوقع للناس ان شاء الله على النسخ بتاعتهم في الطبعة العشرة ورشتات غذائية والطبعة التانية التغذية المصورة الكتب دي كل اللي انا بقوله ده بقوله في الكتب بتاعتي توزيع الاهرام في مصر ودار صرح والعيادة عندي فرمسيس اي عدد من الكتب اهلا وسهلا الحلقة دي بتتعاد ان شاء الله بكرة الجمعة من 11 الظهر ويوم الحد 11 الظهر اهم من الحلقة دي روضة القرآن تزاعي يوميا على هذه القناة التاسعة على ربع صباحا ومساء من فضلك تتابع الحلقة بتاع تسعة على ربع صباحا ومساء يعني ان شاء الله موفقة بتوفيق الله اللي فاتته حلقات يقدر يشوفها على اليوتيوب فيه ناس بتحب تجمع بالعشر حلقات روضة القرآن ونشوفها مرة واحدة كنا بنتكلم النهاردة على ملخص للحلقات الطبية وكنا بندعو أساتذة الطب والمتفوقين طبيا لعمل حلقات طبية مبسطة ومختصرة هنزعها كل يعني خمس دقيق كل ساعتين كده نعمل للناس ملخصات للمرض يعني ايه زبحة صدرية يعني ايه زبحة تنفسية أزمة تنفسية يعني ايه فشل كلوي يعني ايه زئبة حمرة يعني كنا هندي للمرض وأسبابه وأعراضه سريعا وأهم تشخيصه أشخاصه ازاي ها وممكن يتشابه معيه ايه وعالجه ازاي ده كل ده هنديه في خمس دايق خمس دايق خمس دايق حلقات وانا قلت اهلا بالأساتذة والمتفوقين طبيا من فضلك لو سمحت معلش اتصل بينا علشان تشاركنا وحندي لك مكافأة عن الحلقة الواحدة الخمس دايق 100 جنيه اعتقد لو عملتنا عشر حلقات هندي لك 1000 جنيه وانت قاعد اعتقد ان ده غراء كويس قوي قوي للناس عشان تشارك اه وانا بتكلم المرة اللي فاتت اتكلمت على أبحاث المستقبل وقولت لكم انه الإنسان العاقل ينظر إلى المستقبل يعني زي من لسه واحد بيكلم دلوقتي كنا بنتكلم في مشكلة الشباب فبيقول الشباب الاول في أجيال سابقة كان رومانسي ويعني جميل الشباب القادم بتوع العشرينات و15 سنة وغيره اللي اللي طلع دي أغلبها الميديا طبعا والمحمول واللابتوب وكسرت الموجات والالكتروماجنيتك ويفز واستعمال المحمول كتير واللابتوب عمل أولاد عندهم صرع أو جنون أو يعني نوع من العقوق أكثرهم ما بيسمعش الكلام الشباب ده خطر على المستقبل يا ترى هنعمل إيه مع الشباب ده يعني شباب ده نعمل معه إيه ده شباب نواتج أجهزة ونواتج ميديا معينة محدش بيحب يقرأ مش مطحونين زينا كده وتعجنوا بمية الحياة يا ترى هنعمل معهم إيه طبعا بكرر دعوتي للأطباء والمتفوقين طبيا إن إحنا نعمل مع بعض حلقات مبسطة طبية ونزعها كل ساعتين خمس ده إن شاء الله سواء على هذه القناة أو القناة المختلفة إن كنتوا قد أحسن ففضلها برحمتي قل بفضلها برحمتي فبذلك فليفرحوا خيروا مجمعون وإن كنتوا قد أسأت فأستغفر الله وأرجو أن تسامحهم شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده جهز من الأمراض يحميها يطرد كل ضرر يلاقيه علشان سحاغ لي علينا قالوا زمان لو عقلي سليم يبقى في جسم سليم تلاقيها فالحلوة إيه معلومة جديدة ركز واسمع كلمة مفيدة فالحلوة إيه اشتركوا في القناة